المشكلة انه عادة انا طبعا عندي تحفظ كبير جدا ان انت لو معطرد تعترض من بداية الموسم بس برضو من برضو اللي انا عايز افهمه هو اتحاد الكرة مش مبلغ الاندية طب الاندية دي مكادش مرحبة طب اصلا القرار دوت لو في صالح الاندية طب ليه الاندية معطردة طب لو الاندية معطردة لأسباب ممكن يتلاشاها اتحاد الكرة طب اتحاد الكرة ممكن ياخد موقف يتلاشا معاهم المشاكل دي طيب هو فيه نقطة كمان مهمة جدا هو دلوقتي يعني اما اي قرار لتغيير مصار او لتصحيح اوضاع بيبقى فيه ناس خسرانة يعني فيه فيه حاجة كده ايه فيه خسائر في ده بس عشان نصلح الوضع عشان نحسنه فهل احنا نتحمل ان فيه عندها تخسر او يبقى عندها مشاكل بسبب التغيير ده ولا لا يعني فيه تفاصيل كتيرة انا على فكرة ما عنديش رأي حازم وواضح في ده بس هي الفكرة في ايه الفكرة انه في العالم فيه دوري محترفين في العالم كله احنا بقى نقدر نعمل ده ولا منقدرش نعملوه ظروفنا تسمع وانا ما تسمعش طب لو ظروفنا ما تسمعش إلي خلي ظروفنا تسمع عشان نعملوه ما وده كل ده في اطار اهداف تطوير الكرة في مصر فالمفروض كلنا كلنا اندية بقى واتحادات وكل الشي نبقى شركاء في ده ده اللي افهمه من بقى اللي عنده المشكلة مش هعرف